نتحدث أكثر عن هذه العملية ينضم إلينا عبر الأقمار صناعية من القاهرة الخبيل العسكري والاستراتيجي لواء جمال مظلوم مساء الخير أهلا بك معنا سيادة العميد إذن كوننا نتحدث عن إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية كأبرز هدف لهذه العملية ما صعوبات العسكرية انطلاقا من قدرة الجيش المصري الحقيقة العملية مخططة من جانب الدولة الحقيقة نحن عارفين الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى مهل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في 29 نوفمبر الماضي خلال ثلاث شهور بالقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة على الأراضي المصرية من هذا المنطلق طبعا الفترة اللي فاتت كان فيه متابعة من كافة الأجهزة الأمنية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للأهداف اللي ممكن احتمال يتواجد فيها بؤر إرهابية طبعا زي ما جيب في البيان رقم واحد للقوات المسلحة أن هذه العملية شاملة تشمل الأراضي في سينة وتشمل الدلتة وتشمل الضهير الصحراوي غرب وادي النيل طبعا بمشاركة كافة قوات القوات المسلحة القوات البرية طبعا القوات الجوية القوات البحرية قوات حرس الحدود قوات البحرية طبعا زي ما جي في البيان بتؤمن السحل الشمالي الحية وسحل البحر الأحمر من أي عمليات تسلل أو إمداد للعناصر الإرهابية بالمعدات أو بالأفراد أو بالسلاح برضو على المعابر في قناة السويس احنا عارفين المعابر عبارة عن معاديات أو الكبار المتحركة اللي أقامتها القوات المسلحة في تجديد على هذه الأداف وفي نفس الوقت اللي بتقوم به القوات المسلحة بأفروحها كلها والأجهزة الأمنية في إحكام الحراسات على الهداف الحيوية داخل الدولة لأن احتمال هذه الجامعات الإرهابية تحاول الهجوم على أهداف مدنية حبيحسي أنها استمرار لعملياتها الإرهابية اللي هي بتقوم بيها برضو اللي عايز أقوله أن العملية بوسط كافة القوات المسلحة وتشمل كافة أرجاء أنحاء الجمهورية لمحاولة القضاء على البؤر الإرهابية نهائيا تبقى للتكليف اللي كلفت به من الرئيس اللي عبدالتاح السيسي عن أي عدد نتحدث هنا كتواجد لهذه القواعد الإرهابية سيات اللواء وكأماكن إن كان بالدلتا أو بالسيناء أو بالطريق الصحراوية وإلى أي درجة معقدة ستكون هو بناء على البيانات السابقة والعمليات اللي تمت في السابق يعني دعيني أقول لحضرتك أن هي في سيناء هي محصورة في منطقة ضيقة جدا هي من العريش إلى منطقة رفح وهذه المنطقة ربما طولها في حدود 30 كيلو وعرضها في حدود 13-14 كيلو أقصى حاجة فيها فهي دي المنطقة اللي هي كسافة سكانية والاحتمال أن هؤلاء الإرهابيين بيتواجدوا في هذه المناطق على أساس أن هم يعني في وسط المدنيين عايشين فيه ممكن واحد وولده أو ابنه من العناصر الإرهابية وطبعا ما بيبلغوش عنها إنما هذه العمليات الحقيقة يعني في الفترة الحالية بتقوم بقل دقة لمواجهة هذه العناصر برضو كان فيه بؤر في الدلتا اللي هي دلتا النيل وطبعا في منطقة غرب منطقة الجيزة والمينيا فيه بعض البؤر الإرهابية التي ترصدت اللي كان بيقول في طريق الوحاد لعلنا نذكر من حوالي يمكن أربع خمس شهور كان فيه بعض العمليات الإرهابية في هذه المنطقة فدي تقريبا أنا من وجهة نظري هي دي المناطق التلاتة المحتمل أن يتواجد فيها هؤلاء العناصر الإرهابية تحديدا من سيناء اللي بيبقى فيه ممكن احتمال تسلل عبر الأنفاق من قطاع غزة أو بواسط بؤر إرهابية موجودة وتمركزة أو يكون في مراكز تدريب أو مخازن للأسلحة في سيناء وإحنا لعلنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة خلال الثلاث شهور كان كل يوم التاني كنا بنسمع عن إن قوات مسلحة دمرت بؤر إرهابية دمرت مخازن لأسلحة لقيت أجهزة اتصال دمرت عربيات كانت بتحمل معدات أو بتحمل ممنوعات الحقيقة خلال الثلاث شهور للأربعة اللي فاتت فهذه العملية أنا بيهاي لي هي نهائية وإن شاء الله هتقدع لنسبة كبيرة من البؤر والجماعات التكفيرية اللي موجودة في مصر لأن دي عملية شاملة لكل الأراضي المصرية دائما الشق السياسي يلقي بظلاله على الشق الميداني والعكس صحيح سيادة اللواء كون هذه العملية قبل الانتخابات كيف سيؤثر هذا بسيعطيها زخما أقوى؟ والله هو طبعا السؤال المهم هو ليه التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه في الوقت الحاضر أن هذه العملية بتجرى أنا من وجهة نظري هم حاجتين أساسيين عنصرين أساسيين العنصر الأول زي ما قلت في البداية أن دي فترة النص في الشهر التالت يعني المهلة كانت ممنوحة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية تلت شهور النقطة التانية أن خلال الفترة السابقة كانت العناصر الأمنية كانت قبضت على بعض العناصر اللي كانت بتعد للقيام بعمليات إرهابية أثناء انتخابات الرئاسة المقررة الشهر الجاي فأنا بهيأ لي هو ارتباط هذه العملية الكبيرة في هذا الوقت هو تنفيذا لطلب سيد رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت هو تجنبا من أن احنا ندخل على فترة الانتخابات وتكون فيه مثل هذه الأرهابيين أو هذه العناصر موجودة أو مختبئة وبالتالي ده اللي رجح أن تكون هذه العملية في الوقت الحاضر عمل حاسم فيها حتى أن ندخل على الانتخابات في الشهر الجاي بعد شهر تقريبا تكون الأمور مؤمنة وتم الخضاء على نسبة كبيرة من هذه البقر اللي بتحاول تعكير صف والاستقرار جوة الدولة بصفة عامة وتعكير صف الأمن أثناء الانتخابات الرئاسية اللي هتجرى في آخر شهر مارس إن شاء الله شكرا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الخبيل العسكري والاستراتيجي ساعة لواء جمال مظلوم